المجلس استبقى الأحداث وقبل أن تنزل أسعار النفط لمستوياتها الحالية لحدود 30 دولار أو أقل 28 دولار عاقد جلسة خاصة لمناقشة بداء الدخل عن النفط هذه تمت تقريبا قبل فترة نتج عنها أن الوزارة المالية أعدت الدراسة ورفعت رؤيتها للمجلس وعرضت على المجلس في الجلسة الأخيرة وتم مناقشتها وعطينا للدولة رؤيتنا في هذا الجانب الجانب الأهم من وضع الرؤية هو الجانب التنفيذي مثل يعني أنا قاعد كنت أطلع على تقرير نشر في أحد الصحف إذا ما أنا غلطان في الغبس وكلام صحيح يعني يقول إحنا موضوع بداء للنفط كلام مكرر وقرار مؤجل وهذا الواقع يعني فعلا يعني المجلس مهتم الدولة مهتمة بس أقول صراحة يعني أنا أحساسي الشخصي أن هذه مهمة مجلس الوزارة يعني يجب يعني جانب التشريعي ما أعتقد يعني الأمر هذا موضوع بداء للنفط يحتاج إلى يعني جانب تشريعي بقدر ما هو يحتاج إلى جانب تنفيذي وعلا والجانب بس بختم بهذه الجانب التنفيذي الأهم منه أن هناك أكو إدارة وإرادة مخلصة لتنفيذ الدراسات نحن عندنا دراسات لهني لكن عندنا مشكلة في إدارة هذه الأمور ويعني الإرادة المخلصة لتنفيذ هذه الأمور